جميع الأطراف تتشارك في المسؤولية عن التجاهل التام لقواعد الحرب والفشل المستمر في حماية المدنيين بالشكل الكافي نصدر هذا التقرير في وقت صعب للغاية من الصراع في أوائل العام بدأ أن نوعا من الزخم كان يحشد على مسار العملية السياسية ولكن في الأسابيع اللاحقة انفجر الوضع كما كان متوقعا في إدلب والغوطة الشرقية وعفرين وهو وضع وصفناه من قبل بالقنبلة الموقوتة ليتصاعد الصراع في هذه المناطق ويؤدي إلى معاناة لا داعية لها في هذا المناطق ويجب أن نجد في هذا المناطق ويجب أن نجد في هذا المناطق